لم يعد يخفى على أحد حجم الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس والطفة الغربية فعمليات القتل والاعتقال التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين أصبحت شبهة يومية هذا التصعيد الإسرائيلي رأت فيه الفصائل أنه يمكن أن يتحول لتصعيد يعمى كافة الأراضي الفلسطينية هو يحاول شط بالقضية الفلسطينية لكن نحن نقولها اليوم بأن شعبنا الفلسطيني أقوى بإذن الله مما كان عليه وهو يعي ما يفعله هذا العدو من مؤامرات نحن في المقاومة قالت كلمتها في الغرفة المشتركة بأنها لن يطول صمتها وسيدفع العدو ثمن هذه الجورام والحماقات التي يرتكبها ويقترفها ليلة نهار أمام مرأ العالم ومع تزايد حدة الاعتداءات الإسرائيلية تعالت الأصوات الفلسطينية للمجتمع الدولي بضرورة الخروج عن صمته وإلزام إسرائيل بتنفيذ كافة القرارات المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته نطالب أيضا المجتمع الدولي أن يكون له موقف أن ينسيم هذه الاتجاهة وأن يعيد نظره بقضايا الفلسطينية وأن يضغط على حكومة الاحتلال من وقف هذه السياسة العنصرية الإجرامية ضد شعبنا من القتل والتهجير والإبعاد ضد شعبنا الفلسطيني ولكننا نؤكد إلى العالم أجمع أننا كشعب فلسطيني نحب السلام ونريد أن نعيش بحرية وباستقلال وفي ظل ممارسات إسرائيل المتواصلة وصمت المجتمع الدولي رأى مختصون أن الحل الوحيد لمواجهة ذلك هو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية وتشكيل قيادة موحدة خاصة في ظل التغيرات السياسية التي يشهدها العالم على الجميع أن يذهب فورا لأن يشكلوا جسما وطنيا واحدا وحكومة واحدة وموحدة تمثل الطيف السياسي الفلسطيني كله وبالمناسبة الكل متفق على هذا التوجه ولا زالت الحكومة تفتح ذراعيها باتجاه أن يكون الجميع ممثل فيها وهذا هو الحل الوحيد ومنذ بداية العام الجاري قتلت إسرائيل سبعين فلسطينيين بينهم أطفال ونساء واعتقلت المئات فيما صادقت على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مخالفة واضحة لكافة القوانين والأعراف الدولية بعد الفلسطينيون يدركون أن بيانات الشجب والإدانة لم تعد تكفي لوقف التصعيد الإسرائيلي مؤكدين أنه إن لم يكن هناك ضغط حقيقي فإن الاعتداءات ستزداد خلال الأيام المقبلة وهذا الأمر سيؤدي إلى مزيد من حالة الاحتقان في الأراضي الفلسطينية عامر الفراء اليوم تطاع غزة